تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء والذي يصادف السابع من يونيو من كل عام تحت شعار أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل وإذ تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء بهذا اليوم فإنها تفخر بما تحقق في هذا المجال من إنجازات ومبادرات وجهود عززت جودة وسلامة الغذاء بهدف تعزيز الجهود لسلامة الأغذية تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء والذي يصادف السابع من يونيو من كل عام سعيا نحو تقليل عبء الأمراض والأخطار الصحية الناتجة عن استهلاك الأغذية غير الصالحة وتولي البحرين موضوع السلامة الغذائية أهمية كبرى من خلال جهود تشاركية بين مختلف الجهات المعنية بالتأكد من جودة وسلامة الغذاء في مختلف مراحل الانتاج والاستيراد وصولا إلى السوق وتقديمه للمستهلك لما له من تأثير كبير على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك من خلال القيام بالرقابة المطلوبة على مراحل السلسلة الغذائية كافة وتطبيق القرارات واللوائح المعتمدة وتطوير النظم القائمة على الأسس العلمية واتباع المعايير الدولية لسلامة الغذاء المتوافقة مع التشريعات والمواصفات المحلية ومن منطلق الاهتمام بجودة الأغذية وضمان كفايتها للسوق المحلية قامت المملكة بوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تختص بجودة وتأمين الغذاء تعمل على توحيد الجهود من قبل مختلف القطاعات الخدمية كما تشمل مشاريع تعزيز الأمن الغذائي تحسين الانتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي ودعم القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات باعتبارها من القطاعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر